فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي تريد إلينا عبر صفحة القناة أخونا السائل يقول أنا أعمل في إحدى الجهات الرسمية ونظرا لكثرة عددنا فوق طاقة العمل فإننا وبمعرفة مديرة القطاع أو مديرة المكان نقسم أنفسنا بحيث يكون حضور كل واحد مننا يومين أو ثلاثة في الأسبوع فقط لكن لما يكون هناك تفتيشا على مكاننا نحرس جميعا على التواجد بالعمل فهل يكون راتبنا من وراء هذا العمل حلال إزاي؟ إزاي يا أخي الكريم يكون راتبكم حلال وأنتم تخالفون عقد العمل بينكم وبين جهة العمل عقد العمل كما هو معلوم خمسة أيام في الأسبوع مدة ثمان أو تسع ساعات يوميا يعني ما يعادل خمسة وأربعين ساعة في الأسبوع أنتم لا تعملون في الأسبوع من الخمسة أيام إلا يومين أو ثلاثة يعني تقريبا نصف المدة وتتقاضون راتبكم على مجمل المدة كلها إذن أنتم تتقاضون راتبا عن نصف مدة لم تعملوها ولم تشتفلوا فيها أنت مستحق أجرك عن الأيام التي تعمل فيها يومين أو ثلاثة أنت وبقية زملائك لكن لا تستحقون أجرا عن الأيام التي لم تحضروا للعمل فيها أصالاتا وهذه مخالفة صارفة لعقد العمل والعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فضلا عن مسألة الحرام الذي تتقاضونه عن مدة عمل أو أيام لم تعملوا فيها أصلا وخير بينة على يقينكم أن ما تفعلون إنما هو حرام ولا يصح ولا يجوز إن ما أن تعلموا أن تفتيشا سيأتي إلى جهة عملكم إلا وتسارعون جميعا وعلى رأسكم مديرة القطاع أو رئيسة القطاع بالحضور فورا ناهيكم عن التدليس الذي يحدث أو يحصل في التوقيح في الحضور والانصراف فإن من حضر يوقع حضورا وانصرافا عن من لم يحضر أيضا يعني بيوقع عن نفسه وعن زميله أو زميلته التي لم تحضر العمل للمعلاش النوبة المهاردة كما هو معلوم في السؤال إذن هذا خطأ في خطأ وباطل في باطل وحرام في حرام ولا يعفيكم من المسئولية والحرام أن هذا الأمر بمعرفة مديرة القطاع لأن مديرة القطاع زيكم نفس الخطأ هو هو نفس الحرام هو هو بل هي مسؤوليتها أكبر عند الله عز وجل أنت مسؤول عن نفسك سيسألك ربك عن حرام ارتكبته أنت أما هي ستسأل عن حرام ارتكبتموه أنتم وستسأل عن حرام ارتكبته هي لأنها مسؤولة عنكم وبالتالي المسؤولية عليها تزيد عند الله عز وجل فعليكم أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات أن تصححوا وضعكم فورا وأن تكونوا على رأس عملكم خمسة أيام في الإسبوع تسع ساعات يوميا حسب قانون عملكم وعقدكم مع جهة العمل لأنكم تتقاضون راتبكم آخر الشهر عن أيام العمل كاملة حتى لا تدخل عليكم أموال محرمة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به وفي كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا من الباطل ومن المحرمات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أمر المؤمنين بما آمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة ثم ذكر النبي رجلا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لهذا فاتقوا الله أيها الأبناء وأيتها البنات والصحيح أوضاعكم فورا بل وأزيدكم من الشعر بيتا أن في أعناقكم حق ثابت لجهة العمل دخل في ذمتكم فالواجب عليكم من تمام توبتكم التي هي ندم على كل ما سبق وعزم أكيد على عدم العودة إليه مرة أخرى وكثرة الاستغفار والعمل الصالح ثم من تمام التوبة وأركانها رد المظالم قبل أن ترد المظالم منا قهرا يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول يعني هي على وشك الخطبة ففي مجلس الرؤية الشرعية سألت الشاب المتقدم عن رأيه في الخمار والنقاب فقال هذا قرارك وأنا لا أعترض على حاجة زي كده أنا رجل أحب الستر وبعد شوية قال لها النقاب بين وبينك هيكون قرار صعب ولازم تتحملي أنت نتيجة اختيارك ثم قال أنا لا اعتراض عندي على الخمار بس بشرط يكون الشكل العام والهندام منسق فهي تقول ما رأيكم في هذا الشاب والله يا بنتي الشاب لم يبدو منه يعني شيء مزعد يعني كونه يذكرك بأن النقاب قرار صعب تحملي أنت مسئوليته ربما يعني يقصد تحملي مسئوليته مع أهلك لأنه ربما يعلم من الأهل أنهم يرفضون فكرة النقاب مثلا أو ربما يكون بيتحدث عن أهله هو أنه أنت تحملي بقى نتيجة القرار لأنه أهلي مش بيحبوا النقاب أو لا يرغبوا في النقاب لعله يقصد هذا خلينا ناخد الكلام على يعني أقرب محمل حسن يا بنتي لأنه أهل لم يبدو انزعاجا من النقاب ولم يبدو اعتراضا على الحجاب والخمار إنما ظاهر أمره أنه لا اعتراض له على الخمار ولا اعتراض له على النقاب لكن هو من باب نصيحته لك يذكرك بأنه ربما تقابلين بعض العراقيل والعقبات بسبب النقاب سواء مع أهلك أو مع أهله فيما بعد وعموما يعني مثل هذا الشاب إن كان عنده روح التدين ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكم فتنة في الأرض وفساد كبير فإذا كان يعني الولد عنده التدين والخلق الحسن ولا اعتراض له على فكرة النقاب ولا فكرة الحجاب فإن شاء الله عز وجل يكون اختيار لا بأس به ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والصلاح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا تسأل أو ربما ابننا يسأل يقول ما حكم الزوجة التي تمنع الوالد من رؤية تمنع مطلقها من رؤية أبنائه لا يصح طبعا وهذا من الآثار السلبية السيئة لسوء العشرة ولكثرة الخصام والخصومات والمشاكل والنكد في البيوت والتي تنتهي عادة بفكرة الطلق والطلق له مفاسد على رأس هذه المفاسد خراب البيت كما نسميه في لغتنا العامية ويعني كلنا يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس كل صباح يضع عرشه على الماء ثم يبدأ في بعث السراياه من الشياطين الأخر اللي هم عمال يعني إلى الناس ثم ينتظرهم في آخر اليوم حتى يعرضوا عليه تقريرا مفصلا عما فعلوه في الناس من فتنة وإضلال فيأتيه أحدهم ويقول أنا ما تركته الشخص الفلاني ده ما تركته حتى زنى يقول ما فعلت شيئا سيتوب أغرب عن وجهي ثم يأتيه الثاني فيقول أما أنا فما تركته حتى سرق فيقول ما فعلت شيئا سيتوب ويأتيه الثالث فيقول ما تركته حتى شرب الخمش ليأم الخبائث فيقول ما فعلت شيئا سيتوب ثم يأتيه الأخير أو الآخر ويقول أما أنا فما تركته حتى طلق امرأته قال فيقول له أنت أنت يعني يحييه ويشجعه وينعم عليه بالألفاظ الرقراقة ويعتنقه ويقبله فرحان بيه أنه هو استطاع أن يجعل الزوج يطلق زوجته من كسرة ما أثار بينهم من المشاكل والنكد ومن أفعال الشياطين عقد الأعمال والأسحار للزوجين ما يعرف بسع حريق التفريق وهو منصوص عليه في كتاب الله عز وجل واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحرة وإلى آخر حتى قال الله عز وجل يفرقون به بين المرء وزوجه لكن ما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله فخرب البيت بالطلاق هذا أمر فضيع بشع ومن أسوأ أثاره إن الأطفال أو الأبناء هم من يدفعون الضريبة كما نعبر نحن في بعض مجالسنا يدفع الضريبة بمعنى الأولاد يتشتتم بين أم ربما ستتزوج بعد ويكون هناك زوج لأمهم وبين أب حتما سيتزوج بعد قليل وتكون هناك زوجة لأبيهم وهم في حيرة من أمرهم طارة ما بين أمهم ولها زوج غريب لا يقبلهم حتى بسهولة طبعا وطارة أخرى ما بين والدهم الذي أصبحت له زوجة غريبة ليست بأمهم وهي لا ترغب فيهم أصلا إلا من رحم الله عز وجل وهناك مع كفران العشير ما بين الزوجين وإمعان الخصومة ما بين الزوجين إنه الزوج يمنع النفقة عن الأم الحاضنة عن مطلقته حاضنة أطفاله أو يضيق عليها فتقوم هي بردة فعل وهو منعه من رؤية أبنائه أنت نظرت إلى وجه وتناسيت أو نسيت أو غفلت عن وجه آخر أكثر سوءا أنت تريدين أن تعاقب مطلقك بعدم رؤيته لأبنائه لكنك في الحقيقة تعاقبين الأطفال الأولاد وتمنعينهم من رؤية أبيهم ورؤية الأطفال لوالدهم ولأمهم أيضا يجعل نفسية الأطفال نفسية سوية مستقيمة مستقرة إنما فعل غير ذلك أن يمنعهم الأب من رؤية أمهم أو تمنعهم الأم المطلقة من رؤية أبيهم فإن هذا يعني يسيء حالة الأطفال النفسية جدا ويجعل هؤلاء الأطفال أصحاب شخصيات والعياد بالله شخصيات منفصمة فنسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج هذا الأب هذا المطلق إلى أن يحسن أن ينفق على أبنائه وأن ينفق على حاضنتهم أيضا لأنها خدامة أبنائه وكذلك نسأله تعالى أن يهدي المطلقة أن لا تمنع الزوج المطلقة من رؤية أبنائه وأن لا تمنع الأبناء وتعاقبهم بعدم رؤيتهم لأبيهم لأن هذه جريمة من هنا وجريمة من هناك ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول أنها تعيش في قرية صغيرة ولا يوجد بها في مسجدهم مصلى للنساء لكن في عيد الفطر اكتشفوا أنهم يفتحون المصلى في العيد يعني مصلى الجنائز للنساء لتصلي صلاة العيد فهي تسأل عن صحة الصلاة هل تعتبر هذه الصلاة في هذه الأماكن من الأماكن المحرمة الصلاة فيها كأنها يعني تصلي في المقابل لا أقول لابنتنا السائلة الله يكرمك يا بنتي السنة المأثورة العملية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة العيد في المصلى يعني خارج المساجد إثارة للفرحة في عموم البلاد والعباد وإظهارا للشعيرة والسنة وكذلك السنة العملية في صلاة الجنائز أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليها أيضا في الخلاء يعني في مكان مخصص لصلاة الجنائز هذا المكان لا يأخذ حكم المقبرة ولا يأخذ حكم المسجد الذي فيه ضريح أو قبر إنما كما نصلي فيه الجنائز يجوز أيضا أن نصلي فيه الأعياد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول هل يجوز أن نشتري اللحم من جزار غير مسلم طيب يا ابن الحلال ولماذا هذا التضييق على نفسك يعني لما نشق على أنفسنا أنت تعيش في بلد مسلم ولله الحمد وإذا وجد جزار واحد غير مسلم فحولك مئات من الجزارين المسلمين فأنت لست مجبورا أن تأكل من ذبيحة الجزار غير المسلم خاصة وأنت ربما علمت أنه لا يذكر عليها اسم الله إنما يذكر عليها اسما آخر ففي هذه الحالة احتاط لدينك واحتاط لطعامك وكل من ذبيحة الجزار المسلم كمان المسلم المستقيم وليس المسلم الشتام سباب الدين أكالي الحرام والعياذ بالله كما هو الحال من بعض أصحاب المهنة نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية مع الوضع في الاعتبار أن ذبيحة الكتاب ليست محرمة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام نستأذنكم في فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل فامتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا أسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يقول تفطير الصائم في يوم عرفة هل يكون له أجره تكفير سنتين كما هو أجر الصائم في هذا اليوم أقول وبالله تعالى التوفيق من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا في هذا اليوم الفاضل الكريم في يوم عرفة وهو ثالث أفضل أيام السنة مع الوظف الاعتبار أن الشافعية الشافعية عليهم رحمة الله تعالى ذهبوا إلى أن عرفة أفضل أيام السنة لكن جمهور أهل العلم والمعتمد عند أهل السنة أنه ثالث أفضل أيام السنة لأنه سبقه يومين سبقه يوم الأضحى ويوم القر يوم النحر ويوم القر وهذا ثابت في حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر يوم النحر اللي هو يوم الأضحى معروف ويوم القر هو ثاني أيام عيد ثاني أيام عيد الأضحى اللي هو يوم الحادي عشر من ذي الحجة وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بيوم القر لأنه يستقر فيه الحجاج في من بداية استقرار الحجاج في من أيام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر كما هو معلوم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة عام قابل إنه ولي ذلك والقادر عنه الشاهد أن يوم عرف من ضمن العشر الأول من ذي الحجة وهو يوم أقسم الله عز وجل به في كتابه من ضمن الأيام العشر الأول في ذي الحجة قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر الشفع كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة الشفع هو يوم الأضحى والوتر هو يوم عرفة لأنه يوم التاسع أما الأضحى فيوم العاشر وكذلك هو المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة أو كما قال فهذا يوم عظيم ومن رحمة الله فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل صيام هذا اليوم بالذات يكفر ذنوب سنة سنة ماضية وسنة باقية قال إني احتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية يعني إذن بيكفر ذنوب سنتين فاتت وجيه طيب اللي ما صامش هذا اليوم أو صامه وزاد أنه هو فطر صائما في هذا اليوم هل يكون له أجر الصائم بمعنى تكفير سنتين ولم لا يا أخي الحبيب لأن نص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن فطر صائما كان له مثل أجره إيه اللي يمنع فضل الله عز وجل أوسع مما يتخيل الناس فهذا صائم وأضاف إلى صيامه عملا آخر بأن فطر صائما فهو من الأعمال الفاضلة في هذا اليوم الطيب المبارك وفي غيره أيضا طيب الحديث الوالد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هل هذا يعني أن أفضل الأعمال أو أفضل الذكر في هذا اليوم هو هذا الذكر أقول أفضل الذكر كاملا بعد القرآن الكريم هو هذا الذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صيغة من صيغ الذكر بعد كتاب الله عز وجل هو هذه الصيغة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ثم ذكرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا أفضل صيغة من صيغ الذكر وأكملها طيب هل معنى كده أنه في يوم عرف الإكثار من هذه الصيغة لما لا لأنه ورد الحديث مرتبط خير الدعاء دعاء يوم عرفة ومرتبط بها وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله إلى آخر والإنسان في يوم عرفة يخلط ما بين الذكر والدعاء والصيام وبقية الأعمال يستكسر من هذا ومن ذاك يستكسر من ذكر الله يستكسر من قراءة القرآن يستكسر من الذكر بهذه الصيغة يستكسر من الدعاء يستكسر من الصدقة يستكسر من تفطير الصائمين يعني كل هذا من الأعمال الصالحة التي يعني تضاعف يضاعف أجرها وثوابها في مثل هذه الأيام الفاضلة وهي نفحات لله تبارك وتعالى كما قال ابن عباس فتعرضوا لنفحاته تبارك وتعالى ليس هناك ثمة إشكال إذن بين أن الإنسان يكون صائما فتكفر عنه سنة ماضية وسنة باقية ويطعم يفطر مسكينا فيكون هذا الأجر في ميزانه أيضا يكفر مثل أجر الصائم فيكفر له سنة ماضية يعني تكفر السنة في حقه مرتين ولما لا ثواب الله عز وجل وفضل الله عز وجل أوسع مما يتخيل الناس فالمسلم يستكثر ويستزيد من الخير راجيا أن يستكثر من فضل الله عز وجل عليه ومن عفوه وكرمه تبارك وتعالى أخونا سال يقول في بردو استضاح آخر طيب أنا لو صمت عرفه هذا العام فيكون أجري أن تكفر ذنوب عن سنة ماضية اللي هي فاتت والسنة القادمة اللي جاي طيب لما أجي عرفة اللي بعد إن شاء الله السنة القادمة وأصوم عرفة فيكفر عني ذنوب سنة ماضية والسنة الماضية في عرفة القادمة ستكون هي السنة الباقية في عرفة الحالي طيب ما تكفر السنة تكفر ذنوب السنة مرات كلما زاد فضل الله عز وجل زاد أجرك طيب المغفرة إذا جاءت على ذنوب فكفرت هذا خير بركة من فضل الله عز وجل طيب إذا جاءت المغفرة على عبد ليس له ذنوب أقول الأول هو في عبد ليس له ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء يعني كثير الخطأ وخير الخطأين التوابون فين هو العبد اللي هو معصوم يعني لا يعصي ربه تبارك وتعالى ولا حتى الصديق رضي الله عنه العصمة ماتت ودفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر المعصومين من الخلق هو سيد النبي عليه الصلاة والسلام سيبك من الفشر والرغي الفاضي والهدي كما يقولون للمخرفين الذين يجعلون من شيوخ طريقتهم أنهم يعني معصومين بل وأنهم يتصرفون في الكون بل وأنهم ينفعون ويضرون بل وأنهم يدعون فيستجبون الدعاء كل هذا من الباطل الباطل كل هذا من الشرك والعياذ بالله الإسلام وعقيدة الإسلام أنقى من هذا بكثير عقيدة الإسلام النقية الصافية عقيدة توحيد ربنا توحيد ربنا تبارك وتعالى في ربوبيته في أفعاله وتوحيد ربنا تبارك وتعالى بأفعالنا في عبوديته في عبودية ربنا تبارك وتعالى توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله فالنافع والدار هو الله تبارك وتعالى والمغيص هو الله عز وجل والمرج هو الله والمتوكل عليه هو الله فتوحيد الله بأفعاله وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم فيعني بفضل الله عز وجل أوسع كثيرا مما نتخيل فلو افترضنا جدلا أن المغفرة بسبب صيام مثلا يوم عرفها اليوم عشراء يكفر ذنوب سنة ماضية وإن شاء الله نحن على مقربة من عرف من عشراء بإذن الله عز وجل وهديه صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم الطيب المبارك وكان قد تمنى في آخر حياته أن يصوم مع العاشر التاسع مخالفة لليهود قال إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع فلا يهملن أحدنا صيام عشراء وتاسعاء أو تاسعاء وعاشراء ومن فاته صيام متاسعاء مع عاشراء فإنه يصوم مع عاشراء يوم الحادي عشر لما ورد عند الإمام أحمد بسند ضعيف قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب إذا جاءت مغفرة صيام يوم عرفة على عبد ليست له ذنوب في هذه الحالة تكتب له حسنات وترفع له درجات لا يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أخونا السائل يقول أريد أن أتصدق عن أبي المتوفى لكني قرأت فتوى لأحد الشيوخ أن الحي أولى بالصدقة من الميت لكن سؤالي أنه ربنا تبارك وتعالى لطيف وبر بالمؤمن أليس ثواب شفقة قلبي على أبي لأنه قد أغلقت صحيفته ولا يستطيع أن يزيد فيها وكم أتمنى أنا أن يفعل ذلك أحد معي من بعد موتي أليست هذه المعاني والعبادات القلبية أفضل عند الله من الصدقة لا يا ابني لا يا ابني أولا أراجعك في قولك أن الصدقة على الحي أولى من الميت ما هو الصدقة عن الميت تذهب للحي الصدقة إذا تصدقت عن أبيك المتوفى فإنك تعطي صدقتك لفقير أو مسكين فينتفع الفقير والمسكين بعين الصدقة وينتفع المتوفى بالأجر وكذلك أنت فليست الصدقة عن الحي أولى بالصدقة عن الميت الميت أحوج إلى الصدقة وأحوج إلى الدعاء هذا أمر الأمر الثاني استقاماتك أنت وطاعتك أنت وصلاتك أنت وصيامك أنت وكل عباداتك أنت ابن المتوفى إنما هي في ميزان حسنات هذا الأب المتوفى إذا كان قد أحسن تربيتك فكل ما تأتي من الخير فهو في ميزان حسناتك وميزان حسنات الأب المتوفى فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد من كسب أبيه الولد من كسب أبيه فكسبك من كسب أبيك عملك عمل لأبيك وخيرك خير لأبيك لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحثنا على أن ننفع الأموات خاصة من أبائنا وأمهاتنا قال إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية اسمع صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا أفضل ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له الدعاء من ناحية والصدقة من ناحية بل من طريف أقوال أهل العلم أنهم قالوا الصدقة أولا ثم الدعاء كأنهم يريدون أن يقولوا إن الصدقة من الإبن على المتوفى من الوالدين الصدقة تكون قربانا بين يدي دعائه لهما فيقبل الدعاء بسبب قربانك الذي تقربت به وهو الصدقة فالشاهد إن الصدقة والدعاء هذا أفضل ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء كثير من الناس يتساءل طيب قراءة القرآن عايزين نعمل ختم الأبوي عايزين نعمل ختم الأمي عايزين نعمل ختم صديقنا لقريبنا لصاحبنا يا جماعة الخير القرآن شأنه عظيم جدا وهو من أعظم القربات فرأة القرآن من أعظم القربات والنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وحث فيها جدا جدا قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال عليه الصلاة والسلام المهر بالقرآن مع الكرام السافرة البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه الشيق له أجران وقال عليه الصلاة والسلام يقال لقارئ القرآن المعتاد عليه في الدنيا يوم القيام اقرأ ورق ورطل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كل هذا عظيم جدا جدا لكن حطه في جانب في جانب آخر مع هذا كله لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تقرأ القرآن للأموات أو عن الأموات ولو كان أخير وأفضل مما ذكر من صدقة ودعاء ما قصر النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة أمته عليه خاصة وأنه قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على صير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وهو كذلك فعل عليه الصلاة والسلام إذن أعود فأقول أفضل ما ينتفع به الأموات من عمل الأحياء إنما هو الصدقة والدعاء كما دل على ذلك عليه الصلاة والسلام فقال إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد كنت يوما في مجلس شيخنا المبارك عليه رحمة الله تعالى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين فقال وقد ذكر الحديث أو ولد صالح يدعو له ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يقرأ له فتأملوا هذا المعنى بارك الله فيكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل ولا أختنا السائلة يقول أنا أعمل على تجميع محتوى ديني نافع على القناة بالتليجرام وأريد فتاوى مفيدة كي أضعها على القناة وتكون موثوقة فتنصحون بفتاوى من؟ ننصحك بفتاوى كثير من أهل العلم فكثير من أهل العلم فتواهم ولله الحمد نافع ننصحك بكثير من فتاوى دار الإفتاء مثلا ننصحك بكثير من فتاوى مركز الفتوى بالأزهر الشريف ننصحك بفتاوى اللجنة الدائمة في المملكة هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ننصحك بفتاوى شيخنا ابن باز شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أما إن أبيت إلا المعاصرين فأنصحك مثلا بفتاوى شيخنا الشيخ الحويني حفظه الله أو شيخنا الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله الجميع بارك الله في جهود الجميع وغيرهم وغيرهم يمكن أن تملأ قناتك إن شاء الله بهذا المحتوى من هذه الفتاوى النفعة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي عداد المياه في البيت يحسب استهلاك بسيط وتوقف فترة ما فأحضرت شخصا قام بتصليحه وأصبح يعمل أيضا استهلاك يسير ليس في قيمة استهلاكنا الأصلي فهل علي حرمة مع العلم أنني لو بلغت الشركة المياه سيستبدلونه ويدفعوني مبلغا كبيرا جدا قيمة العداد الجديد فماذا أفعل أقول للأخ بارك الله فيك استهلاك الكهرباء واستهلاك الماء واستهلاك الغاز هذه الخدمات مال عام والمال العام شديد الحرمة عن المال الخاص والإنسان يبرع زمته بقدر ما يستطيع من هذا المال العام لأن المال الخاص إذا أكلت أنا شيئا من مالك اختصمتني عند الله يوم القيامة إن لم نتحلل في الدنيا لكن لو أكل الإنسان من مالا عاما فأمة بالكامل ستختصمه يوم القيامة الشاهد واجب عليك أن تبلغ الشركة المعنية حتى يأتوا إما لإصلاح العداد الموجود وإما لاستبداله بعداد آخر وللعلم استبدال العداد بعداد آخر لن تدفع فيه جنيها واحدا لن تدفع فيه جنيها واحدا لكن هذا يبرئ ذمتك أمام الله عز وجل هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام وقت حلقتنا قد انتهى أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتكم إنه ولي ذلك والقادر عليه وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر إن لا تعلمون وسلامس شكراً للتجارة